طيب كمان زي ما قلت لحضراتكو يعني عندنا اخبار كتيرة جدا وعندنا يعني تحليل كامل للمباراة بكرة ان شاء الله مين اللي حكون متواجد الغيابات حتكون مين زي ما قلت لحضراتكو من فترة طويلة كان طبعا عودة النادي الاهلي بعد فترة التوقف بداية التدريبات الاستعدادات المهمة جدا 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 للمباراة والبداية بكرة ان شاء الله والحقيقة ما كانش فيه توقف يعني ما كانش فيه راحة صلبية مع معظم اللعبة النادي الاهلي رجعوا من المنتخبات سواء على المنتخبات الافريقية او منتخب مصر اللي كانت بيدوم عدد كبير من اللعب النادي الاهلي وقدام حضراتكو طبعا استعدادات ده التدريب النهاردة استعدادا ان شاء الله لدخول المعسكر بعد التدريب استعدادا لمباراة بكرة كل التوفيق على الجانب التجميع على جانب كولر بيفكر ازاي الحقيقة كان عنده اجتماع مع اللعبة ويمكن نتكلم معهم بشكل جدي جدا ان البطولة بداية البطولة مهمة في بعض السلبيات اللي تكلم عليها الفترة اللي فاتت ان شاء الله دي ما تكونش موجودة عايزين ان شاء الله كل الناس تبقى عندها عندها نرجع للموسم اللي فات عندك قدرة هجومية رائعة جدا ولكن للأسف الموسم ده عندنا شوية دفاعات على مستوى الدفاع ما بتكلمش كافراد بتكلم كجماعة عندنا شوية افراد رغم التقلق الكبير جدا 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 لمحمد الشناوي مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر الحقيقة لمستوى الحقيقة رجع تاني للطوب ليفل لمحمد الشناوي لكن الاستعدادات لازم تكون على جميع المستويات زي ما بقول لحضراتكو الكل مستعد التدريبات كانت النهاردة تدريب يمكن تدريب مش قوي شوية لكن بعض الاحماء وبعض الجمل التكتيكية اللي بيأكد عليها كلر اللي ممكن جدا تتنفس فيه مباراة بكرة الكل مستعد الحقيقة والكل بيناقش وكل مستعد لهذه المباراة على مستوى الإصابات هنتكلم فيه طبعا بعض الغيابات عن النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله اللي حيكون موجود بكرة فيه المباراة يسد ويكون على مستوى المسئولية عايز اقول ان الموسم ده موسم صعب وزي ما قلت الموسم اللي فات كان موسم استثنائي وكلر بيطلب من لعيبة تكرار هذا الموسم وطبعا صعب جدا تكرر موسم كان عندنا خمس بطولات الحمد لله ده كل بطولة ده خدناها خدناها وحيبقى الموضوع مش سهل الموضوع هيبقى فيه ضغط اكتر عندنا عدد مباراة كبير جدا جدا الفترة اللي جاية تقريبا نادي الاهلي كل يومين او كل ثلاث يام بالكتير بيلعب مباراة سواء على مستوى المحلي او على مستوى الافريقي وبعد كده هيكون فيه طبعا كاس العالم للانديلة هيبدأ ان شاء الله في شهر اتناشر يعني الحقيقة الاجندة مليئة جدا بالمباراة وعشان كده الاستعدادات لكل السكواد الموجود لازم يكون كله جاهز وحتى اللعيبة المصابة دخلة بشكل كويس في بعض اللعيبة شايفين عمر الصلية بدأ يخش كمان بالتدريبات الجماعية والتدريبات الاحماء وبدأ يخش مع الفرقة لسه علي معلول شوية عنده بعض المشاكل لكن في النهاية نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا وان شاء الله البداية بكرة ان شاء الله في دوري الابطال ترجمة نانسي قنقر